تمكنت وزارة الداخلية من إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف أمن مملكة البحرين من خلال تنفيذ سلسلة من الأعمال التفجرية الإرهابية الخطيرة أي تتم تحديد هوية أعضاء تنظيم إرهابي سري مدعوم من قبل ما يسمى بالحرس الثوري الإيراني ومنظمة حزب الله الإرهابية وقد ألقت وزارة الداخلية القبضة على عدد من القياديين الميدانيين والمنفذين بالتنظيم والمتورطين بارتكاب سلسلة من الجرائم الإرهابية الخطيرة في إطار جهود وزارة الداخلية لحفظ الأمن والنظام العام ومكافحة الإرهاب وانطلاقا من الحرس على إطلاع الرأي العام على مستجدات الوضع الأمني فقد تم إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف أمن مملكة البحرين من خلال تنفيذ سلسلة من الأعمال التفجيرية الخطيرة حيث تم بفضل الله وبعد تكثيف أعمال البحث والتحري تحديد هوية أعضاء تنظيم إرهابي سري يدعى جروب البسطة مدعوم من قبل ما يسمى بالحرس الثوري الإيراني ومنظمة حزب الله الإرهابية والقبض على عدد من القياديين الميدانيين والمنفذين بالتنظيم والمتورطين بارتكاب سلسلة من الجرائم الإرهابية الخطيرة وكشفت التحريات أن التنظيم الإرهابي على صلة وثيقة بجماعة سرايا الأشتر الإرهابية وكذلك عدد من العناصر المتورطة في تنفيذ تفجير سترة الإرهابي بتاريخ الثامن والعشرين من شهر يوليو لعام 2015 والذي أسفر عن استشهاد اثنين من رجال الشرطة وإصابة ستة آخرين حيث قام القياديين بالتنظيم التوأمان علي أحمد فخراوي ثلاثة وثلاثون عاما مقبوض عليه محمد أحمد فخراوي ثلاثة وثلاثون عاما مقبوض عليه ولذان ينتميان إلى ما يسمى بتيار الوفاء الإسلامي بتأسيس وقيادة تنظيم إرهابي غروب البسطة اعتبروه جناح مسلح للتيار المذكور وبالاشتراك مع العديد من العناصر المنتمية إليه وعليه قام المتهم علي أحمد فخراوي بالسفر إلى إيران بنهاية العام 2011 لتأمين الدعم المادي والمعنوي واللوجستي لتنفيذ المخططات الإرهابية للتنظيم معتمدا في هذا الشأن على صلته بالعناصر الإرهابية الموجودة في إيران والتي ترتبط بعلاقات وثيقة مع قيادات الحرس الثوري الإيراني ومنظمة حزب الله الإرهابية كما قام المتهم علي أحمد فخراوي في العام 2012 بالسفر إلى لبنان برفقة عضوي التنظيم زهير جاسم وحسين عبدالوهاب لطلب الدعم المادي من منظمة حزب الله الإرهابية حيث التقوا بالأمين العام للحزب حسن نصر الله ونائبه نعيم قاسم وعرضوا عليهما فكرة إحياء تيار الوفاء الإسلامي ومن ثم طلبوا الدعم المادي لمواصلة أنشطتهم الإرهابية بمملكة البحرين فطلب منهم حسن نصر الله الاستمرار بذلك وزودهم بمبلغ عشرين ألف دولار أمريكي دعما لتنظيمهم وكشفت التحريات عن تواصل المذكورين مع كل من مرتضى مجيد رمضان علوي السندي ثلاثة وثلاثون عاما مطلوب في عدة قضايا إرهابية هارب بإيران زهير جاسم محمد عباس خمسة وثلاثون عاما محكوم بالمؤبد في عدة قضايا إرهابية وتم القبض عليه بتاريخ الثامن عشر من شهر يوليو لعام 2013 محمد أحمد عبدالله سرحان واحد وأربعون عاما محكوم في عدة قضايا أحسين عبدالوهاب حسين ثمانية وعشرون عاما مقبوض عليه عيسى صالح عيسى محمد سلمان خمسة وثلاثون عاما هارب بإيران محمد صالح عيسى محمد سلمان ثمانية وثلاثون عاما هارب بإيران حيث التقى المذكورون بقيادات في الحرس الثوري وحزب الله الإرهابي وتلقوا منهم الدعم اللازم متعهدين بتقديم تقارير دورية عن أنشطة التيار والجماعات الإرهابية التي يتم دعمها وأوجه إنفاق الأموال المقدمة لهم وعليه تم الاتفاق على تشكيل ما اسموه جناح مسلح لتيار الوفاء الإسلامي لتنفيذ أهداف التيار المتمثلة في تعطيل أحكام الدستور والقوانين وفرض توجهات التيار ومبادئه بالقوة والعنف ومن بين مهامه تجنيد عناصر أخرى وتشكيل خلية إرهابية سرية مركزية تتلقى الأوامر من المدعو مرتضى مجيد رمضان علوي السندي قائد التنظيم وتعمل على وضع المخططات اللازمة لتنفيذ تفجيرات إرهابية في مملكة البحرين ومن بين المقبوض عليهم في القضية إبراهيم جعفر حسن 29 عاما حميد علي منصور 59 عاما محمد عبد الجليل علي 46 عاما محمود عبد الرضا حسن الجزيري 28 عاما وفي هذا الإطار قام المدعو محمد أحمد فخراوي بتقديم التمويل اللازم للعناصر الإرهابية والتخريبية لتنفيذ أعمالها ومخططاتها الإرهابية مستعينا في ذلك بالأموال التي يحصل عليها من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله الإرهابي والتي كانت تصله عبر كل من قاسم مجيد رمضان 28 عاما هارب عيسى جاسم القفاص 34 عاما مقبوض عليه أشخاص عائدين من الزيارات الدينية في إيران آخرين جار التحري بشأنهم والقبض عليهم كما قام المدعو محمد أحمد فخراوي في منتصف عام 2015 وفي إطار عمله لزيادة التمويل المالي المقدم للتنظيم والاتفاق على الوسائل الآمنة لنقل الأموال بالسفر إلى إيران حيث التقى قيادات بالحرس الثوري ثم قام بالسفر للضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت والتقى نائب رئيس حزب الله اللبناني الإرهابي لتأمين الدعم اللازم للتنظيم والجماعات الإرهابية المتصلة به هذا وبعد أحباط هذا المخطط الإرهابي باشرت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة وإحالة القضية إلى النيابة العامة